بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله لطيف بعباده الله سبحانه وتعالى له حكم تكويني وله حكم تشريعي الحكم التكويني بمعنى جعل وخلق هذا الكون وجعل قوانين طبيعية تكوينية لتسيير أمور الكون فالله سبحانه وتعالى يدبر أمور الكون بهذه القوانين لأن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يجعل الأمور عبر أسبابها والنظام التكويني لا خلل فيه إذا نريد نعبر تعبير مجازي فنقول إن النظام التكويني معصوم لا يحتمل فيه الخطأ النار تحرق هل يمكن في يوم من الأيام يصير خطأ بدل ما النار تحرق تعطي البرودة كلا نعم إذا الله سبحانه وتعالى يشاء تغيير القانون فالأمور بيده كنار إبراهيم التي كانت بردا وسلامة هل يمكن في يوم من الأيام في الكرة الأرضية الجسم الثقيل بدون مانع إذا سقط يرتفع إلى الأعلى لا الجاذبية قانون تكويني هذا القانون التكويني جاري وهكذا جميع القوانين التكوينية الأخرى لا احتمال للخطأ فيها ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير الآية اللي قبلها هل ترى من فطور؟ يعني شنو هرتلا من فطور؟ يعني انظر إلى السماوات تجد فطور؟ يعني خلل؟ ماكو خلل كلها تسير ضمن قانون وهذا القانون مئة بالمئة يطابق الواقع ماكو احتمال للخطأ فيه هذا بالنسبة إلى النظام التكويني كذلك النظام التشريعي الحكم التشريعي الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لا مجال للخطأ فيها أحكام صحيحة مئة بالمئة نعم نحن في بعض الأحيان قد نخطئ نتصور أن القانون التكويني هكذا يتبين لا احنا مش تبهين علمنا وجهلنا لا يغير من القانون التكويني شيئاً وكذلك في القانون التشريعي قد نخطئ نحن في الوصول إلى القانون التشريعي علمنا أو جهلنا بذلك القانون الشرعي التشريعي لا يغير من الواقع شيئاً فالله سبحانه وتعالى أحكامه التكوينية مطابقة للواقع بتعبير مجازي معصومة أحكامه التشريعية أيضاً كذلك فلأن الأحكام التشريعية أيضاً صحيحة مئة بالمئة لا مجال للخطأ فيها فلذلك أكو تطابق تام بين النظام التكويني والنظام التشريعي ولذلك إذا تلاحظ القوانين الشرعية الأحكام الشرعية هذه الأحكام الشرعية تطابق تركيبة الإنسان الجسدية والنفسية والعقلية والروحية تطابقاً تاماً ليش؟ لأن الذي خلق الإنسان في هذه الصورة هو الذي شرع القوانين التي تناسب هذا الإنسان لذا الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر آية المباركة وفي الآية التي تليها يقول هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء الله الذي خلقك وصورك وأنت في رحم أمك يعلم بحقيقتك هو الله الذي أنزل عليك الكتاب متطابق التشريع مع التكوين نعم إذا في يوم من الأيام الإنسان أنكر القانون التكويني وحاول أن يعمل خلاف القانون التكويني هو يضرر يعني إذا واحد صعد فوق السطح أو على المنارة قال أنا لا أعترف بقانون الجاذبية وألقى بنفسه من فوق زيان عدم اعترافه بقانون الجاذبية يسبب أنه لا يسقط لا عدم اعترافه بقانون الجاذبية هذا لا يغير من قانون الجاذبية فهذا سيسقط على الأرض ويرتطم بالأرض وقد يموت أو يتأذى وتتهشم أضلاعه اعترافه أو عدم اعترافه ما يغير الواقع هسه إذا واحد يجي يقول أنا ما أعترف بالصلاة أنا ما أعترف بالصوم أنا لا أعترف بالحجاب أنا لا أعترف بكذا لا أعترف بكذا اعترافه أو عدم اعترافه لا يغير من الواقع شيئاً هو الذي يتضرر إذا واحد ما صلى أو ما صام أو لم تتحجب أو لم يفعل الأحكام الشرعية أو عصى الله سبحانه وتعالى في محرماته هذا الإنسان يضر نفسه مثل الذي لا يعترف بالقوانين التكوينية هو يضر نفسه والله سبحانه وتعالى لا يتضرر الواقع أيضاً لا يتغير إذن هناك تطابق تام بين القانون التكويني والقانون التشريعي وإذا أنت تراجع الأحكام الشرعية تشوف هذه الأحكام الشرعية تتطابق مع التكوين يعني مثلاً الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين خلق الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان؟ خلقه ليرحمه إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم زين الله خلق الإنسان لا لحاجة من الله إلى الإنسان لأن الله هو الغني المطلق وإنما خلق الإنسان ليرحم هذا الإنسان زين كيف الإنسان يكون قابل لهذه الرحمة؟ بالعبادة بالعبادة وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون يعني إذا الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى يكون قابل لنزول رحمة الله سبحانه وتعالى عليه زين فالله خلق الإنسان لكي يرحم الإنسان وطريق هذه الرحمة العبادة هل يعقل أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان لهذا الغرض يشرع قانون يبعد الإنسان عن العبادة؟ كلا مو معقول لأن التشريع ما يخالف التكوين لذلك البعض يسأل لماذا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بكافر؟ ليش؟ مرأة مسلمة تتزوج بنصراني أو تتزوج بمسيحي لماذا؟ الجواب لأن الزوج له تأثير على الزوجة كما هو أمر واضح الله سبحانه وتعالى الذي يريد لهذه المرأة الهداية هل يشرع قانونا يتعارض مع الهداية؟ أنه تظل هذه المرأة بسبب مثلا دين زوجها؟ كلا لذلك لم يشرع الله سبحانه وتعالى هذا الحكم حتى ليه خالف التكوين أو هل الله سبحانه وتعالى شرع أن يسيطر على المسلمين كافر؟ كلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا مو معنى أنه الله سبحانه وتعالى يمنع سيطرة الكافر التكوينية لا نشوف الكفار في طول التاريخ كثير من الأحيان سيطروا على المسلمين فالسهاي فلسطين مثلا اليهود مسيطرون عليها منذ ستين عاما أو أكثر وهذه بلدان إسلامية في الصين في روسيا كذا مسيطر عليها من قبل الكفار المراد من الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني حكما تشريعيا يشرع بأنه يجوز أن يحكم المسلمين كافر لماذا؟ لأن الحاكم يؤثر على المحكوم والمحكوم في كثير من الأحيان يتماهى مع الحاكم يحاول أن يقلد أساليب الحاكم حتى في دينه الله الذي خلق الإنسان للعبادة هل يشرع جواز سيطرة الكافر على المسلم؟ وهذا التشريع يسبب ضلال كثير من الناس؟ لا، ما يشرع هذا الأمر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم بأن الإنسان بتركيبته النفسية وتركيبته الجسدية والعقلية والروحية يحتاج إلى أمر لابد أن يشرع ذلك الأمر لابد يعني مو أنه اضطرار أكو لا، من باب أن الله حكيم والحكيم لا ينقض غرض نفسه فإذن أكو تطابق تام بين التشريع والتكوين زيان الله سبحانه وتعالى الذي شرع هذه القوانين للإنسان يريد للإنسان السعادة فلابد أن يكون الله سبحانه وتعالى قلنا لابد، ليس معنى الإضطرار، الله ليس مفر إلى شيء، ولكن الله حكيم، الحكمة تقتضي ذلك لابد أن يوفر الأجواء المناسبة ولو بعد حين لكي تلك الأحكام التشريعية تجد طريقها على التنفيذ هذا أمر بديهي أصلاً بما بيناه الله غرض رحم الناس ورحمة الناس عن طريق عبادتهم فالله سبحانه وتعالى لطيف من معاني اللطيف في الله سبحانه وتعالى أنه بار من البر لطيف إلى أربع معاني في الله سبحانه وتعالى طبعاً أربع معاني مصادق لمعنى واحد الله لطيف يعني العالم بالشيء اللطيف الأشياء الدقيقة الله كما يعلم بالأشياء الكبيرة يعلم بالأشياء الصغيرة هذا من معاني اللطيف الله لطيف يعني مستولي على الأشياء الدقيقة كما هو مستولي على الأشياء العظيمة الله لطيف بمعنى أنه لا يرى لا يمكن رؤيته لأن الله أجل من أن يرى الله لطيف يعني بار الله بار بعباده وفي حديث عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله في القضية المعروفة إن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الأمة لطفلها الرضيع الأم شلون لها رحمة وشفقة وعاطفة نحو طفلها الرضيع الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه الأم ولكن الله اللي هو رحيم أيضا حكيم الحكمة شنو هي؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه إذا فد واحد لم يضع الشيء في موضعه يعني أفرض في الشتاء يشغل تبريد أو في الصيف يشغل تدفئة هذا حكيم؟ لا ليش؟ لأنه لم يضع الشيء لأنه لم يضع الشيء في موضعه أنت تساعد وتقول هذا فقير لازم أساعده وأني كريم يقولوا لك صحيح أنت كريم لكن تكون حكيم لازم أن تكون حكيم ولذا في الحديث الشريف من الأدعية أصاب الله برك بمواقعه يعني عندما تبر بمال أو بصدقة أو شيء يكون في موقعه لأنه يكون في غير موقعه على كل حال الله سبحانه وتعالى لطيف عباده بار بهم يريد لعباده الإيمان ولا يرضى لعباده الكفر في الآية الشريفة لا يرضى لهم لا يرضى لهم لا يريد هذا الأمر لهم ليس إرادة تكوينية بحيث أنه يكرههم على الإيمان لا إرادة تشريعية على كل حال الله سبحانه وتعالى لطيف عباده يريد هدايتهم فلذلك لأنه لطيف بعباده ويريد هدايتهم كل شيء يقف حجر أثر أمام هذه الهداية الله سبحانه وتعالى يزيله ولو بعد حين جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الله سبحانه وتعالى خلق الكون بحيث أنه المبادئ الباطلة الأشخاص المبطلون يزولون ويزهقون ولو بعد حين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون التشريع تطابق مع التكوين لذلك بالنسبة إلى أن الله سبحانه وتعالى قدر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه هذا تقدير الله سبحانه وتعالى للظهور إنما هو لأن هذا التقدير يطابق التشريع يعني أمر طبيعي جدا وعدم تقديره وخلاف الحكمة لأن الله سبحانه وتعالى يريد الفلاح لعباده يريد الإيمان لهم يريد الهداية لهم لذلك كل شي يقف حجر عثر أمام هذه الهداية الله جعله زاهقا ولو طول يمكن يطول لكن بالنتيجة هذا زاهق وأي شيء يقرب الإنسان إلى الهداية جعله الحق ويثبت فأما الزبد فيذهب جفاءا وأما ما ينفع الناس فيمكثه في الأرض عندما تأتي الأمطار تتحرك المياح تشوف على هذه المياح زبد زبد إما مثلا فقاعات موجودة على الماء المتحرك أو أوساخ موجودة مثلا لكن هذه كلها تزول الذي يمكث في الأرض يعني ينزل إلى الأرض ويتحول إلى آبار ومياه جوفية أو مياه ارتوازية ذاك الذي يمكث في الأرض ليس الزبد اللي هو عالي أنت عندما تنظر إلى الماء المتجاري المتحرك ترى الزبد عليه الأوساخ عليه صوت عالي لكن هذا ما يفيد الآن أنت تشوف أهل الباطل صوتهم عالي جدا يملكون إعلام وصوت وضجيج وكذا وكذا وإلهم الملك والحكم ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك الشوف هو المالك هو الحاكم الفلوس بيده السلطة بيده مستأثر بالمال مستأثر بالسلطة زين ويضطهد المؤمنين وكذا 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 لكن هذا زائل ما يبقى ولو أنه إحنا صبرنا قليل لكن الله سبحانه وتعالى من أوصاف أنه صبور الله صبور بمعنى أنه لا يعجل الأمور في غير أوانها كل الأمور الله سبحانه وتعالى يجعلها في أوانها زارع يزرع الزارع يريد هاليوم يحصد ما يحصد هاليوم لازم ينتظر الدورة الكاملة تمر إلى أن هذا الزرع يصل إلى النتيجة ثم يحصده إذن الله سبحانه وتعالى في مسألة ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا أمر طبيعي أصلا ضمن قوانين الكون ضمن تطابق التشريع مع التكوين ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الأمور في أوانها في أوقاتها بعض الأحيان هذه الأوقات أنت تريد هذا الطفل ابنك يصير مثلا عالم أو مهندس أو دكتور ما يكو طريقة بأن تجعله في نفس اليوم الأول فقيه عالم أو دكتور أو مهندس يحتاج له زمان ينمو جسمان عقلا يدرس سنوات طوال إلى أن يصل إلى النتيجة فبعض الأحيان الأمور وصولها إلى النتيجة مبيد الإنسان يحتاج له مرور الزمان لكن بعض الأحيان وصول أواني الأمر بيد الإنسان الله سبحانه وتعالى يقول هذا الطريق امشي بهذا الطريق توصل للنتيجة ما مشيت بهذا الطريق لا تصل إلى النتيجة إذا أسرعت في المسير تصل أسرع إذا أبطأت في المسير تصل أبطأ بالنسبة إلى ظهور الإمام يحتاج له زمان وذلك الزمان متوقف على قابلية الناس الناس لازم يكون لهم قابلية لهذه النعمة الكبرى مثال اللي مثلنا إذا أنت تريد تتصدق على فقير بحكمة تتصدق عليه تشوف أنه هذا يحتاج إلى طعام تتصدق عليه بطعام أما هذا الفقير إذا يريد يصرف المال في محرم ما تتصدق عليه فديوم إحنا في البحرين كنا قبل سنوات مع أحد أصدقائنا الله يشافيه ويعافيه في السيارة ففي مفترق الطرق الإشارة حمراء السيارة توقفت واحد إجا يستجدي يستجدي سيارات الواقفة في الإشارة الحمراء هذا صاحبنا الشيخ الله يحفظه ويشافيه ويعافيه قال أن هذا الرجل خمار سكير دائما وما عنده فلوس فيجي في مفترق الطرق هذا الطريق يستجدي من السيارات جمع لكم دينار بمقدار أن يشتري به خمرا يذهب إلى المخمر زين والحمد لله بلادنا يعني بلاد إسلامية زين وأهم أحكام الإسلام تداس تحت الأقدام يروح في المخمر يشتري له خمر ويشرب هذا الخمر ويسكر إلى أن يزول السكر عنده مرة ثانية يجي بالطريق يستجدي زين إذا أنا أدري أنه هذا يريد يصرف هذا الفلوس في الخمر إذا أطيت له هذا العمل إعانة على الإثم مصنح حرام مو فقط أنه هذا العمل دفع صدقة ومستحاب لا حرام يصير أصلا زين الله سبحانه وتعالى حكيم إذا شاف الناس ما لهم قابلية ما يرسلهم هذه النعمة لأن هذه أكبر النعم نعم إذا صارت قابلية الله سبحانه وتعالى يشوف إليهم قابلية يرسل هذه النعمة وبالنتيجة في يوم من الأيام ستحصل هذه القابلية لتطابق نظام التشريع والتكوين وسيظهر الإمام لكن تعجيل ظهور الإمام جزء مننا بيدنا أيضا بيدنا شلون بيدنا أن نوجد في أنفسنا القابلية لنكون من أنصار الإمام الإمام صحيح يظهر وصحيح له معجزات ولكن لكن الله سبحانه وتعالى يريد لأمور الكون أن تكون عن طريق القضايا الطبيعية يعني رسول الله وأفضل من الإمام المهدي صلى الله عليه وآله رسول الله كانت له معاجز ومعاجز كثيرة جدا لكن طريق الهداية الذي سلكه رسول الله كان طريق طبيعي في مكة ظهر بعث من قبل الله سبحانه وتعالى بلغ ابتداء العشيرة الأقربين ثم أهل مكة ثم أهل طائف أماكن أخرى في شعب أبي طالب صرف أموال كثيرة كانت لخديجة أموال طائلة جعلتها تحت تصرف الرسول صلى الله عليه وآله ليصرفها في نصرة الإسلام بنية الإسلام أو لو لا مال خديجة وسيف علي بن أبي طالب ونصرة أبي طالب هذه الثلاثة نصرة أبي طالب ومال خديجة وسيف علي لما قام للإسلام يعود فالرسول في المدينة أيضا بالطريقة الطبيعية بادر أحد في حرب بادر حينما المسلمون نفذوا أوامر الرسول انتصروا في حرب أحد غزوة أحد حينما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله انهزموا وكذلك في يوم حنين وكذلك في غزوات أخرى حينما عملوا بكلام الرسول وصلوا إلى النتيجة حينما خالفوا لم يصلوا رسول الله طريقته لنشر الدين كانت طريقة طبيعية أرسل المبلغين أرسل الرسل جاهد تحمل المصائب ونشر هذا الدين الإمام المهدي كذلك الإمام المهدي صحيح إلى معجزات بيده عصى موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام تلقى فما يأفكون بيده خاتم سليمان زين بيده أمور أخرى من واريث الأنبياء لكن أكثر أمور الإمام أيضا بالطريقة الطبيعية كرسول الله صلى الله عليه وآله وفي الحديث الشريف أنه يسير بسيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين زين من جملة الأمور أن الإمام يحتاج إلى أنصار هذا الذي يكون من أنصار الإمام الذي يراد لظهور الإمام أن يعم الخير في كل الكرة الأرضية ولازم يكون الناس بالمستوى المطلوب من حيث العلم بالدين ومن حيث التقوى ومن حيث الورع ومن حيث تحمل المصائب وعدم الفرار من المشاكل زين إذا ما موجودين بالمقدار الكافي يعني الناس ما لهم قابلية الله حكيم فلا يظهر لهم الإمام لكن إذا أوجدوا في أنفسهم القابلية الله سبحانه وتعالى يشوف الناس لهم قابلية زين وهو لطيف في عباده بار فالحكمة تقتضي أن يعمل بطدق البر فيظهر الإمام لهم أما إذا إحنا لا نعمل بطاعات الله ونرتكب المعاصي وأكو كثير من الناس يعصون الله تقول للي إيش يقول الله كريم بزين الله كريم بس أنت حيائك من الله وين لا تستحي من الله سبحانه وتعالى فترتكب المعاصي الكبيرة إذا الله كريم بعدين الله كريم وحكيم إذن إذا أوجدنا القابلية في أنفسنا بطاعة الله بترك معاصيه بالتفقه في الدين تفقه في الدين ليس معنى أنه فقط واحد يجي يصير من طلبة العلوم الدينية ويصرف عمره في الفق والأصول والأخبار والروايات وما إلى ذلك هذا المصداق الأجلى كل واحد يمكن يكون متفقه في الدين يعرف المسال الشرعية إذا هو موظف إذا هو تاجر إذا هو عامل أو أي شيء يتفقه في الدين يعني يتعلم المسال الشرعية الحلال والحرام والأخلاقيات والأمور المرتبطة بالدين فإذا تفقهنا في الدين إذا حذبنا أنفسنا إذا اتقينا الله سبحانه وتعالى بترك معاصيه والعمل بطاعاته زين إذا وصلنا إلى هذه الدرجة الله سبحانه وتعالى أيضا لطيف ينظر إلى الناس بعين رحيمة وحكمته تقتضي أن يظهر الإمام لهم ولذا أكو في الحديث الشريف إن الله يصلح أمر المهدي في ليلة يعني يقدر ظهوره إذا الله سبحانه وتعالى هذه الليلة رأى قابلية الناس لظهور الإمام في هذه الليلة يظهر الإمام وهذا بحث مفصل لأنه عدنا على أم حتمية على أم غير حتمية هذا بحث مفصل الجمع بين هذه الروايات نتركه لوقت آخر فعلى كل حال إذا ما أوجدنا عدنا القابلية لا هذه القضية معروفة أنه يستفاد من بعض الأحاديث إذا أن الإمام عليه الصلاة والسلام له أنصار حلقات أكو حلقة جدا مقربة هم 313 واحد أكو حلقة ثانية أيضا من خلص أصحاب الإمام لكن لا بدرجة أولئك ذولا 10 ألاف واحد وفيهم النساء والرجال أيضا وأكو حلقة ثالثة فمجموعة من الزهاد والعباد ذولا اجتمعوا في النجف الأشرف قبل أن تصير مدينة أو كانت مدينة صغيرة عددهم كان 313 زين ذول عباد زهد أهل تقوى فقالوا ندعو الله عند ضريح أمير المؤمنين ليظهر لنا الإمام المهدي وقوا فترة وماكو نتيجة أنه في الحديث أن الله ينظر إلى قلوبكم لا ينظر إلى صوركم واحد بالظاهر متقي بس قلبه مو متقي هذا ما يفيد نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة واحد يصلي رياءا هذا ما يفيد صلاته تقوى في القلب وتظهر على العمل فاختاروا بعد فترة واحد منهم اللي هو أفضلهم قالوا اذهب إلى واد السلام وادعوا الله سبحانه وتعالى عسى ولعل تشوف الإمام زين هذا الإنسان اللي هو أفضل هؤلاء هم زهغاد عباد وهذا أفضلهم خرج من النجف إلى واد السلام وهذا السلام ملاصق للنجف يعني فهناك كشف الله بصرح لأنه العالم هذا أكو ظاهر وأكو باطن الآية الشريفة تقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الآن في هذه الغرفة إذا نريد نمثل مثال مادي في هذه الصالة أكو جميع الأمواج الإذاعية وأكو جميع الأمواج الفضائية وأكو جميع الأمواج أمواج الهاتف النقال زين موجودة أو لا موجودة بس إحنا الآن نقدر نشوف هاي الفضائيات اللي أمواجها الآن موجودة لا ليش لأن بصرنا ليس له قابلية لالتقاط هذه الأمواج لازم تجيب في الجهاز اسم التلفاز مثلا أو جهاز اسم الإذاع مذياع أو جهاز تلفون الجوال حتى يلتقط هذه الأمواج بس هي الأمواج موجودة لكن إحنا جسمنا ما إلى قابلية لالتقاط هذه الأمواج الآن في هذا المكان كل واحد من عندنا أكو مأموران عليه يوجد مأموران من الملائكة رقيب عتيد واحد يسجل الأعمال الصالحة واحد يسجل الأعمال غير الصالحة موجودين ملائكة موجودين شياطين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم لماذا؟ لأنه هذه الحقائق اللي موجودة بعضها مادية بعضها معنوية جسم الإنسان ما إلى قابلية لالتقاطها إلا إذا شاء الله لذا الإنسان في لحظة احتضاره ولحظة موته زين يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعني حاد سدمة مدفون في أي مكان لكن روحه ينتقل إلى وادي السلام وهناك في نعيم لكن نحن لا نشعر بذلك فرأى في هذا المكان حينما كشف الله عنه بصره شاف ناس وقصور وما إلى ذلك فالتقى بأحد الأشخاص قال له تعالي نزوجك وما يخلف هتزوج زوجه بالليل ليلة الزفاف قال له لاتفضل في غرفة العروس بمجرد أن دخل في غرفة العروس طرقة الباب ماذا تريد؟ قالوا أن المهدي قد ظهر فتعالي انصره تعالي انصره قال لسه دعوا قليل صبروا مرة ثانية طرقة الباب قال لسه قليل صبروا مرة ثالثة عندما طرقت الباب عصب صار عصبي قال لسه المهدي ما لقى ليلة يظهر فيها إلا هاي الليلة اللي هي ليلة زفافي ما كان غير ليلة يظهر فيها بمجرد أن فاهب هذه الكلمة وإذا الغطاء رجع على بصره وشاف هو في وادي السلام وبين قبور وكذا زين ورجع إلى جماعته قال يا جماعة أنا اللي أفضلكم ما مستعد أن أترك مصلحة من المصالح زين مصلحة بسيطة لأجل الإمام المهدي اللي أنا أفضلكم فرجعوا وإحنا ما لن نقابلية صحيح زهاد عبات لكن بالظاهر القلوب ليست مهيئة على كل حال المقصود إذا نحن هيئنا أنفسنا بطاعة الله بعبادة الله بترك معاصر الله بالأخلاق هاي الأخلاق جداً مهم واحد ليقول الأخلاق أكثرها مستحبات لا جداً مهمة في صاقل شخصية الإنسان وتهذيب النفس بحيث أن نفس الإنسان في الصعاب في الأزمات في الرغبات لا تخذل الإنسان حجر ابن عدي رضوان الله تعالى عليه حينما حملوه إلى الشام زين في مارج عدرا عدرا ولو باللهجة المحلية يتلفظوها عدرا يعني حوالي 30 كيلومتر عند مشق هناك حبس ومعاوية أمر بقتله هناك قال لا تجيبوا إلى دمشق لأنه يمكن وساطة تجي وكذا وأثر أنه أعفو عنه مثلاً أطلق صراحة هو كانوا مجموعة معه من جملتهم ابنه فحينما أرادوا أن يقتلوهم طلب من القتلى الجلاوزة الجلادين أن يقتلوا ابنه قبله فقتلوا ابنه قبله بعدياً قال لولا أتعجلت الثكل يعني أنت ردت في حياتك تشوف مقتل ابنك زيان قال لا ماكو واحد يريد يشوف مقتل ابنه ولكن خشيته أن أقتل قبله ويشوف قتلتي فيضعف قلبه فيسيب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويخرج عن هذه الطريقة أنا أردت أن أتأكد بأنه يموت على ولاية أمير المؤمنين لا يضعف في هذه الحالة تشوفوا شلون هذه النفسية العظيمة يرى الموت أمامه والشرح مجوز له أمير المؤمنين قال أما السب فسبوني في حالة تقية ولكن مع ذلك اختار الاختيار الثاني أنه يقتل في سبيل الله ولا يسب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مو فقط هذا المقدار بل يتعجل الثكل لكي ابنهم يفوز بدرجة الشهادة وبالبقاء على ولاية أمير المؤمنين هذا الإيمان إحنا عدنا هذه الحالة من الإيمان أو ما عدنا إذا وصلنا إلى هذه الدرجة وهذه الدرجة ووصول إليها صعب جدا لكن إذا وصلنا إلى هذه الدرجة الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا لطيف تشريع يتطابق تكوينه شافنا إحنا قابلين لذلك فيظهر الإمام لنا إذا إحنا شافنا مقابلين أو الذين لهم القابلية معدودون قليلون ما بيهم الكفاية الله سبحانه وتعالى يؤخر الأمر وقد أخر الله سبحانه وتعالى الأمر مرات متعددة أكو أحاديث ستفصل في وقت آخر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم لنا ولكم مباركا وأن يجعلنا من أنصار الإمام ومن المستشهدين بين يديه هذا وآخر بعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة